موسيقى منرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت بيتك زي ما قلنا لحضراتكم احنا هنفتح ملف الفساد في المستشفيات العامة المستشفيات الحكومية اللي هي قبلة المرضى الغلابة اللي مش لقين يكلوا وبيحلموا انهم يجدوا العلاج المناسب وطبعا دول اغلبية عظمة مستشفيات حالتها تعبانة طبعا في كل انحاء الجمهورية لكن بشكل خاص المستشفيات اللي موجودة في الصعيد المغضوب عليه ده يعني لها وضع خاص زي ما بيقولوا اخذنا مثال او هناخد مثال هو مستشفى ساملوت العام فيه شكاوى كتير جدا جات لنا انه هذا المستشفى بيعاني من تدهور في الخدمات مش بس كده تدهور في الخدمات لا ده حتى فيه مسمى لهذا المستشفى بيقولك انه مقبرة المرضى الداخل مفقود والخارج منه مولود وكمان قضية خطيرة تتعلق بالفساد واهدار المال العام كل ده على مسؤولية ضفنا النهاردة الدكتور راجي فؤاد راجي طبيب دعاية طبية اهلا بحضرتك دكتور راجي اهلا بحضرتك ايه مظاهر الامال والفساد في المستشفى ساملوت هو بدايةا في اللي انا عاوز برضو حضرتك اوصله ان مركز ساملوت ده قرابة المليون نسمة عبارة عن ستة وخمسين قرية تلتمية خمسة وعشين تابع مستشفى ساملوت العام بتخدم الطريق الصحراوي الغربي طريق الصحراوي الشرقي الطريق الزراعي بتاع الكاهرة اسوان الموضوع بيتعلق هو مش فساد او الاهمال اللي جوه المستشفى لان ده ده طبيعي بسوق سوق الخدمة للوضع اللي احنا فيه المستشفى دي قبل 2011 كان عبارة عن مبنيين اتبانوا في اخر التمينات واول التسعينات مفروض ان عمره المبنى الخرصاني من 80 سنة ل120 سنة في 2011 تهدم منهم مبنى انا معرفش ازاي ويه السبب كان في الوقت هذا يعني وقع لا جالك يعني ده لازم تعمل له ازالة لانه رغم انه مكملش 20 سنة مثلا الوقت ده كان عين 318 سرير اتحولت الخدمة كلها في المبنى واحد المتبكي وبدأت الخدمة يعني بصراحة بجلة الامكانيات بتسوق بالوضع والضغطة يعني تحقيل بعض الحضرات مبنيين بيتخذوا في مكان واحد اللي اتشال ده مبنى العمليات والمبنى الاخرى فبدأت الحالة تسوق انا في الحقيقة يعني مجداش الوم على السادة الطباء في الصمروط لانه هم مشكورين بيعملوا بلا امكانيات والكلام اللي انا بدي اتكلم عليه النهاردة برضو لا القلوم على وكيل وزارة في المينيا لانه هو الموضوع مش في ايده المشكلة انا المشكلة هنا في الوزارة وانا لما جاي يعني من المينيا الهنا يعني مجاي يقلق اللوم او تبادل اه تراشق التعامات لا ما هو لازم يكون فيه اه جهة مسئولة بالزبط لان احنا متكلم عن الروح بين اي ادمين تمام الجهة المسئولة هي الوزارة لكن الوكيل الوزارة في المينيا طب موكيل الوزارة في المينيا هو ممثل اقول لحضرتك المشكلة عنده المشكلة مش في خدمة مش تضهور خدمة المشكلة ان حضرتك الساملوت الوقتي هم فيه قرار لتطوير مستشفى صنوات العام فجئت بالذكرة اللي جاية انه هيعمل تطوير المستشفى صنوات العام تطوير المبنى الحالي واستكمال الخدمات لتصل طاقة المستشفى الى 100 سرير دي اللي انا جاي هكلم عليها لتصل طاقة المستشفى الى 100 سرير وهو في الاصل 318 سرير 318 سرير فيه ليحة اسمها ليحة 239 تم مصدرها سنة 1997 وانا يعني احنا معلاش بس انا اسف احنا دلوقتي بنعرض يعني مناظر لا المناظر اللي جوه المستشفى حالية ده الوضع الطبيعي لجلة الامكانيات ومش لاهمال في الوزارة في المية لا اضي امكانيات كده ما هو المبنى ده لازم يتهد او لازم يتطور فالوضع الحالي اللي موجود حاليا ده انا مش دل يعني مش دل اللي جاي ان انا يعني هو ده مش كلتي لا مش كلتي اللي انا عايزة بل اوصلها لحضرتك فيه اهدار للمن العام اه هقول لحضرتك ازاي هو اولا اولا انا اللايحة اللي هي 239 دي سنة 1997 بتكلم اتجسم مستشفيات لتلات انواع مستشفى مركزي بيه لو في مدينة اعدادها 100 الف 200 الف نسمة يكون عندهم 50 لمئة سرير مستشفى مركزي 1 مركز يكون مركز اداري من 200 ل500 الف نسمة يكون عندهم 100 لمئة مسرير المستشفى العام عاصمة المحافظة او مركز اداري اكثر من 500 الف نسمة متين سرير فراء اكثر دي اللي انا جاي يتكلم علي انا من حج النهاردة حوالي حجي علكلام ده في المستشفى السنوات العائم كنا عندي من 300 سرير او 400 سرير حضرتك لمليون نسمة لما يبقى عندي 100 سرير هي دي الكارثة اللي في حاج شعب ساملوت النهاردة مليون نسمة لماكسوم على 100 سرير يعني كل 10 تلاف مواطن في ساملوت سرير لهم سرير دي اللي أنا جاي أتكلم عليها مش هتكلم على وضع المستشفى الحالي لانه وضع فيه وضع سيء بجلة الخدمة مش بجلة مش بإهمالك حضرتك بتقول انه كانت المستشفى مكونة من مبنيين تمام في سنة 2011 من 2011 لغاية دلوقتي ما تبناش ما تبناش وفضلت الخدمة يعني الخدمة لما ساءت كده ساءت لجلة الإمكانيات مش إهمال المستشفى أو لطباء أو وكيل وزارة لا الموضوع أنه أنا ضغط تحت 300 سرير في مكان 1% والعمليات اتنى طب معلش معلش يا دكتور راجي يعني مدينة ساملوت يعني إحدى المدن التاني أكبر مركز على المساعدة جمهورية لا على المساعدة جمهورية هو أكبر مركز على ساملوت على المينيا فين عضاء مجلس الشعب فين الأعيان بتوع البلد فين الناس اللي هي بتمثل الشعب اللي بتتكلم بلسان الشعب يعني بعد ثورتين إزاي ناس سكتة إنه مستشفى عام كان من مبنيين بقى في مبنى واحد هو حلين 2011 لغاية النهاردة أربع سنين تتكلم ما فيش يعني البرلمان اللي جاو وكان ليه ظروفه محافظ المينيا يعني عاجبوا الحال ده محافظ المينيا برضو لا يرجع الموضوع رجع تالي وزارة الصحة هيملك ونيعمل حاجة في المكان نفس اللي ده خاص وزارة الصحة وبعد خاطب وزارة الصحة بس لأسف المهندس الاستشاري اللي راح أنا هكمل لحضرتك الكلام عمل التقرير خدم الموضوع خدم التطوير واللي احنا بنتكلم عنه أي تطوير فين أنا مش شايف تطوير تطوير هو الوقت عايز حضرتك عايز يعمل إيه بقى المبنى اللي موجود حاليا ده عايز يطوره 29 مليون جنيه يطوره تطوير 29 مليون جنيه فأنا عايز حد يرد علي مع التسعة وعشرين مليون دي يعني ايه مبنى مبنى موجود قائم هتطوره بتسعة وعشرين مليون جنيه هعمل في ايه وهبني مبنى وراء تاني أربع تطوير في مساحة تسعمائة متر باتنين وعشرين مليون جنيه لا بس معلش عشان لكي لا نلقي بالتهم جوزافة كما يقال يعني لا أنا معي مذكرات لا يعني لحظة مين اللي عايز يطور المبنى مبنى مش المستشفى كله وهالمبنى ده هتطور وهيبني مبنى وعملهم اللي يقنون عن إنشاء وتطوير تسعة وعشرين مليون دول يعني عاوز يطور ايه هيتطور المبنى ده هيعملو هيطور مبنى ده هيبني مبنى تاني معاه اجمال الإنشاء والتطوير 53 مليون جنيه عشان تصل ساعة المستشفى لمية سرير يعني التسعة وعشرين والتاتة وعشرين مليون اللي هيتبنوا في تلاتة وعشرين مليون مبنى هيتبنى يعني اكتر من 50 مليون جنيه 53 مليون جنيه واوصل لـ 100 سنة بعد ما كنت 300 هي دي اللي انا جاي اتنقش يعني مش عارف انا لو كنا نقدر كنا نتصل بالدكتور عحمد زويل نقول له المباني بتاعتك結كلفت كام مليون ده انا عزوه لحضر لك الحاجة 53 مليون جنيه علشان تعمل مستشفى هيتطور وينشئ طب انا عزوه لحضر لك الحاجة المبنى ده اللي هتطوره بـ 29 مليون جنيه طلع تكلفة المتر 6.000 جنيه المبنى ده لما حسبته انه هو يتهد ويتبني هيبقى بـ 34 مليون جنيه لا يا سيدي هد وبني بـ 34 مليون جنيه ويبقى مبنى طويلهم وفي نفس الوقت بدأ المربع تدوره عمله 10 تدوره عمله 12 دور انا قدامي مساحة 100 متر او 150 متر فاضي طريق فانا عنديش مباني قدامي طيب كويس مين اللي مقدم الدراسة اليوم مين مقدم التصور لا ده الجهة ده الجهة لا ده الحقوق الوزارة نفسها الخطة الاستثمارية 2013-2014 لتطوير مستشفيات وزارة الصحة وشركة اسمها جيرة اللي واخد المناقصة ده هتشتغل بيها وهم النهاردة بيتطلبوا ان لازم مستشفى تدخلي وده اللي انا جيد نهاردة وبعد ما هيقل المستشفى حضرتك الكريسة بقى هيوديها مركز اسم جلوسنا ده بيبع فيه بين وبين مسامرود حوالي عشر دقائق المشكلة انه هو ده غرب شر الطريق ففيه اتنين مذلاجين فيه مذلاجين حديد يعني انا عرضه السبوع اللي فات كنت معدي فيه قطرين بحري واحد ايبلي اتنين واربعين دقيقة على المذلاجين لو انا معايا حالة تعبانة في الاسعاف ده هيتوفى وهتسلى عليه على الطريق وتاخده وترجع تدفنه لان انا عمل قطري عدي الحاجة التانية الحاجة التانية الكريسة انه هيعمل حاجات استثنائية في المستشفى دي تستجبل المستشفى سامرود تكلفة 300 الف جنيه لا اقول لي دي تاني الوقت اللي جلوسنا دي مستشفى كانت تكملي ومكفولة ده مات مستشفى سامرود العام لو مستشفى جلوسنا جلوسنا هيعمل شوية انشاءات وحقيات كده مؤقتة لمدة سنتين بتلتمية الف جنيه وده مستند رسم يعني انا معرفش التلتمية الف جنيه دي الكتير ولا قليل على الحاجة مؤقتة مالهاش لازمها طب انت يعني حرام طب انا اقول لحدك الحقيقي لو انت هتطور انا افصل التطوير عن الانشاء الانشاء عن طريق انا النهاردة خلي المبنى اللي برا ده اللي انت عاوز تطوره بتسعة عشرين مليون جنيه خلي الخدمة فيه ابني المبنى اللي ورا اللي اربع تطوره وانشئه وكمله انجل الخدمة فيه واطلع بعد كده اطور المبنى اللي قدامه لكن النهاردة انت عاوز تخلي المكان خالص وفي الاخر توديه قرية وفي الاخر يعني مفيش برضه طيب قول لي كده بصراحة دكتور راجي انت شايفي شبهة اهدار مال عام؟ التسعة عشرين مليون جنيه دي انا مستكترها على تطوير مبنى طيب انا يا دكتور عامل انا لو هديته وبنيته على حساباتهم هم باربعة وثلاثين مليون جنيه فانا بدل ما التسعة وثلاثين مليون جنيه ارممه والمبنى تعبان يعني مبنى تهالك لو فيه صور ليه هتلاقي الصرف من ورا مبهد العمارة مبهد المستشفى صرف الصحي صرف الصحي المستشفى من ورا فانا طيب ما انا خلاصة ما انا هديه ابنيه باربعة وثلاثين مليون جنيه وفي الوقت ده اعمله بدل اربعة تدوار اعمله عشر تدوار اعمله اتنشر دور واعمل نظرة مستقبلية بدل ميت سرير ميت سرير مين يجبل كده احنا احنا مش هنجبل ان في ساملوت نبقى كل عشر تلاف مواطن لهم سرير ده حرام ده معاناة على الناس ده المستشفى الوحيدة اللي موجودة في ساملوت للأسف الشديد جنبيها مستشفى رمض انشأت سنة 1934 ومن شهر اتنين راحت الوزارة اوقفت العمل بيها قالت ان المبنى يعني العمليات ما تنفعش النهاردة الرجل الفلاح البسيط الغالبان بيركب من ساملوت يروح يعمل عملياته في المينيا المستشفى دي حالية متاع الرمض بتجبل 350 كشف في اليوم كان فيها كل قطين وضا للسيدات وضا جاء عندي ست سرير في مستشفى رمض بتخدم مليون نسمة للأسف الخدمة الصحية كده انا ابو ناشد سيد رئيس الجمهورية سيد وزير الصحة سيد رئيس الوزراء عند مليون نسمة في مركز ساملوت تحت خط الفقر الصحة الخدمات الطبية فلازم حد يدخل اولا لازم نوجف الكلام ده لازم يتوجف ان المستشفى ما تتنجلش المستشفى ما تبقاش ميت سرير يعني ده باي منطق اي منطق انت عحضرك ميت سرير هيبقى كل تخصص لما تعد خصوصات كل المتخصص يبقى له سرير ولا اتنين يعني الجراحة دي بعشر سنة طب سيدات ورجال واطفال وطب وجراحة منظير طب وجراحة كب ايه ده؟ امم اني انا ما عنديش حروق ما عنديش مستشفى حروق وتجميع يعني انا المفهوض يكون عندي كل التخصصات ومستشفى رمض ومستشفى وفتب فيها قلب جراحة منظير وتجميع وحروق ده كلام بتاع الوزارة يعني انا مش جايب كلام من عندي اللايحة بتاعتين تسعة وتلاتيه والسنة تسعين وانا موافق عليها حرام انا الوقت ما عنديش في ساملوت غير مستشفى خاص مستشفى الراعة الصالح دي مستشفى خاص يعني بجاي ما بيهد كبير على معاناة الناس لكن في الاخر هي مش هتقدر تحل محل المستشفى العين. طب مسألة نقل المستشفى لأولوسنا اه ده يعني القرار ده درس دراسة وفية يعني يعني الاسس اللي اللي اعتمد عليها صاحب هذا القرار. ما للأسف هو يعني كان فيها كذا قرار كان هنقولوها في مركز الحميات في الاول. الحميات ده جنب مركز الشرطة. طلع تسعين سرير من المستشفى وهنا نقدم الحميات. راح مدير الامن هو رافض قال ان لو دخلت المستشفى قدام المركز ممكن يبقى فيه مشاكل امنية. مصحوم. السرائل اتقسرت وتراملت ومرجعتش تاني مكانها. واحنا كده يعني الناس في الاخر الضحية بين القرارات. ده صحيح. احنا طبعا اه في مقدمة الفقرة ديا قلنا كل هذا الكلام على مسؤولية الدكتور راجي فؤاد راجي ابن ساملوت اللي جاء ومعه المستندات اللي بتدعم كلامه. الان الكرة في ملعب اه وزارة الصحة. في ملعب اه الدكتور عاد العدوي رجل المحترم وزير الصحة. اعتقد ان احنا سنتلقى رد من الدكتور عاد العدوي على كل ما تقدم به الدكتور فؤاد راجي بخصوص مستشفى ساملوت. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور راجي. شكرا. دي كانت اخر فقراتنا النهاردة في البيت بيتك. نشوفكم بازن الله يوم السبت. تصفحها لخير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة